واللي سأتجه حقيقة مباشرة ودون موارد وباختصار وباختزال وبامتساط إلى الهدف مباشرة نحن لا نعاني من نصوص دستورية وأن كنا كما قبلها الأباء والأجداد المؤسسون بأنها الحد الأدنى ولكن يبقى هذا الحد الأدنى مطلب لنا لكي يمنح الفرصة الكافية من التطبيق لكن للأسف أقولها أن ما يعانيه الدستور الكويت هي حالة من التربص المستمر نعم حالة من التربص المستمر حتى قبل صدوره وإثناء صدوره وكل متابع كل قارئ منصف لأعمال لجلة الدستور أو في المجلس التأسيسي يجد تلك المناخضة لكن تبقى أعمال تبقى أعمال في إطار اللجان والدستور لكن عندما صدر الدستور وعندما وضع المغفور له عبدالله السالم بصرة عليه مع الآباء المؤسسين وأصدروا شهادة ميلاد الكويت الديمقراطية أهنذاك كان علينا ونجاما أن نحترم القسم ونقف عند قسمنا ونحترم مواد الدستور 183 مادة من أول مادة حتى ختامها هذا هو الانتزام لكن حالة التربص والتغصد استمرت بصور شتى تربص مباشر واضح في تزوير مفضوح وانقلاب على 76 وانقلاب 86 والمجلس الوطني وغيره وغيره وهذا تربص واضح وبطريقة مباشرة لكن هناك الطرق الغير مباشرة الطرق الغير مباشرة